السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة غدائي ما هو السمغ العربي ما هي فوائد السمغ العربي ما هي أضرار السمغ العربي فهدفنا أخواتي إخواني في هذه القناة هو إغناء ثقافة صحية وقائية خاصة ثقافة وقائية لأننا لا ننصح بعلاجة طبية خاصة بأمراض معينة فهذا الشأن الأطباء وحدهم فالمرضى نطلب لله أن يشفيهم ولكن يجب عليهم أولا استشعار الطبيب وأخذ الإلاج مناسبة وليس الاكتفاء بالنصائح بدل العلاج فهذا سلوخ خاطئ وربما سيؤزم حالتهم فالنصائح ربما ستنفعهم ولكن ليس بالقدر والفعالية بالنسبة للصحة فهي وقاية لهم إن شاء الله من الأمراض إذن فمهمتنا تبدأ من الوقاية بالدرجة الأولى وتنتعي عند بداية مهمات الطبيب إذن نتابع ما هو السمغ العربي يأخذ السمغ العربي من الإفرازات أشجار الصمت السينغالي ويتكون من خالط من السكرية المتعددة كمكون رئيسي بالإضافة إلى السكرية قليلة التعدد والبروتينات السكرية وكذلك يمكن أن تختلف مكوناته تبعا لاختلاف مصدري والمناق والطربة وينتج السمغ العربي في العديد من البلدان الإفريقية وتعد السودان هي أكثر هذه الدول إنتاجة للسمغ وله تاريخ أخواتي طويل في الحضارات القديمة لدى المصريين وقبائل السكر الأصين في إسراليا ومن خصائص هذا المنتج أنه يدوب بسهولة في الماء ليشكل محالي منخفضة لزوجة بما يسمح باستخدامه في العديد من الأغراض كما يستخدمه كمستحلب ومتبت النكهات في الصناعة الدوائية والغلائية كما يدخل في الصناعة المستحضرات الجميلية والفخار إذن أخواتي إخواني مع السؤال الثاني ما هي فوائد السمغ العربي يمتلك السمغ العربي فوائد صحية عديدة لجسم الإنسان من هذه الوقاية متلافية الكبير حيث أشرت دراسات التي أجريتها للحيوانات أن أليف السمغ العربي قد تساعد على مكافحة الإصابة بالتلاف الكبير الناتج عن الأدويات الأسيتامونوفين المسكينة للألم وقد بيّنت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة الأبحاث الدوائية أن إعطاء الفئران أليف الصمغ العربي قبل تعرضي على النوع من الأدوية قد ساعد على حماية الكبير من التأثير السمغ للدواء وهناك أخواتي إخواني تخفيف ألام والتهيج حيث أثبت أن الصمغ العربي فعال بشكل خاص في تخفيف الاضطراب المعدة والحلق لكونه يمتلك قواما لزجا طبيعيا وغالبا ما تستخدم المواد التي تحتوي على هذه الخاصية لتقليل حالة التهيج والتهابات وهناك أخواتي إخواني مساعدة للتأم الجروح حيث يستخدم السمغ العربي في الإلاجة الموضعية ليساعد للتأم الجروح ويعتقد الباحثون أن ذلك قد يعود احتوائه على بعض المواد الكيماوية مثل أشبه المواد القاعدية والغليكوزيدات كذلك يحتوي على الفلاوونويدات وأشارت دراسة أخرى أجهر للغيوانات لأنه يعالج التقارحات وهناك أيضا أخواتي إخواني تعزيز صحة الفم حيث يمكن استخدام مستخلص من أنواع الصمغ المعروفة في منتجات الأسنان مثل غسل الفم اللي يقيم الإصابة بالتهابات اللتأ كما يستخدم مصحوق الصمغ في نوعين معين من معجون الأسنان العشبي الذي تبت أنه ينظف الأسنان دون كشط السطح الخارجي لها وهو أخواتي إخواني مصدر جيد للألياف إذ يحتوي على الألياف الغذائية قبل الدوبة في الماء والتي تعدم في دي جسم كما يمكنها أن تساعد على التحكم بالكوليستيرون فقد أضعت إحدى الدراسات أن تناول 15 جرام من هذا الصمغ بشكل سائل يوميا ساعد رصيط على تركيز الكوليستيرون في تلازمة الدم كما أن هذه الألياف الدائبة تساهم في الحفاظ على الوزن الصحي وهناك أخواتي إخواني تقليل الدون في الجسم حيث أنه يمتلك أي الصمغ العربي القدرة على الحفاظ على الوزن بالإضافة إلى تقليل الدون في الجسم وقد أجريت إحدى الدراسات على 120 إمرأة وأعطيت 60 منهن مقدار 30 جرام من الصمغ العربي بشكل يومي بينما أعطيت الأخريات على الإلاج الوهمي الذي يحتوي على غرام واحد فقط من البكتين مدة 6 أسابع وتبين أن مؤشر كتة الجسم قلة لدى المجموعة الأولى كما قلت لديهن الدهون بنسبة تزيد عن 2% وهناك أخواتي إخواني إلاج السعاد حيث أنه يخفر من الالتهابات والتعيج فإنه يساعد على تخفيف السعاد كما أن خصائصه تسمع باستخدامه في المحالي التي تحمي المخاطن موجود في الحلق من التعيج وكذلك أخوات إخواني المساعدة تخفيف أعراض المتلازمة الأولون العصبي إذ يتميز بأنه خالي من الجلوتين والمحليات الصناعية التي يمكن تسبب الضرر للبعض وقد بينت إحدى الدراسات أن اللبن الزبادي المدعام بألياف الصمغ العربي والبريبيوتيك قد يساعد على ضبط أعراض هذه المتلازمة إذ لوحظ أن هناك تحسن في الإسهال والإمساك لدى المشاركين في الدراسة وهناك أخوات إخواني تنظيم مستوى السكال في الدم ويعود ذلك للألياف الغذائية الموجودة في الصمغ العربي وتشير الدراسات الأولية إلى أن هذه الألياف يمكن أن تساعد على الوقاية من المضاعفات مطبطة بمرض السكالي والتخفيف كذلك من أعراض المعاوية حيث أن الصمغ العربي يفيد في التخفيف مناء الزحار وكذلك الإسهال وغيرها من الأمراض المعاوية ولتحقيق تأثير المطلوب فإنه يفضل شربه أو تناول مستخلصاته كذلك أخوات إخواني الوقاية من التهاب الغشاء المخاطر الفموي إذ أن هذا الالتهاب ينتج عنه علاج كيماوي لمرضاء السلطان الآن ما هي أضرار الصمغ العربي يعد أخوات إخواني الصمغ العربي آمنا بالنسبة لمعظم البالغين ولكن عند تناول عن طريق الفم بالكميات الموجودة هادة في الطعام أما بالنسبة لمرء الحامل والمعضي فلا توجد معلومات أخوات إخواني حول أضرار استخدام الصمغ العربي أثناء هذه الفترة ويفضل البقاء في جانب الآمين والتجنب استخدامه ويمكن للصمغ العربي أن يسبب بعض الآثار الجانبية منها الغازات والانتفاقات والغتائيات في الصباح الباكر والإسهال قفيد ويمكن يتداخل الصمغ العربي مع أدويات مثل الأموكسيسيلين ويمنع الجسم الامتصاصي لذلك ينصب تناوله قبل أو بعد تناول هذه الأدوية بأربع ساعات على الأقل وإمكاني الحساسية للأشخاص المصابين بالربو لحبوب اللقاح الصمغ العربي بإضافة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للنباتات الأخرى قد تنتجوا لهم ردود الفئة التحسوسية من هذا الصمغ وهناك أخوات إخواني تساقط الشعر لتحتوي بعض أنواع الصمغ العربي على مواد كيماوية سامة تسبب ذلك وتؤتي هذه المواد في قدرة القيناة الهضمية على الحصول على الناصر الغدائية كما تعيق النوم لذلك يوصع بعدم تناول أنواع غير معروفة منه وإن استعمال أو استهلاك أي نوع من المكمنات الغنية بالألياف يجب التأكل من زيادة الاستهلاك تذيجيا وشعب ما يكفي من السوائل وذلك يوقع من الأطار الجانبية المطبطة عادة بتناول جراعات عالية من الألياف مثل الغازات وانتفاق والإمساق وتشنجات وفي الأخير حتى يصلكم كل جديد مفيد لنا ولكم ولكل من يحيطون بكم الأقربة وأصدقاء أن تقوموا فضلا وليس أمر بإشتراك في القناة ووضع إعجاب لي فيديو وكتاب التعليق حتى نستبدأ جميعا واضغط على أي قناة الجرس حتى يصلكم أي شعار بموضوع جديد وحتى لا أطلع عليكم أتملكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة